تعاند روح بقى لخبر مهم جدا النهاردة على فكرة الزكرة الخمسة وعشرين على وفاة والدي الله يرحمه مستشار عبد الحميد الغندور رحمود عبد الحميد الغندور فذكرة بتبقى صعب عليها شوية ان والدي جزء كبير من حياتي واللي خلاني لعيب كورة يعني والدي كمان كان راجل أهلاوي جامد جدا وكان بيروح المطشاط النادي الأهلي وبيخدني معايا وانا عندي سبع تمن سنين يعني الله يرحمه يعني فالنهاردة فجأت من امبارح والنهاردة ان النادي الأهلي عامل احتفالية كبرى وعمل بقى له أسبوع بيعمل احتفالية على قناة النادي الأهلي في وجود إعلامي كبير زكرة أحمد شبير وكل صفحات النادي الأهلي عامل احتفالية كبرى بسبب الزكرة الرابعة للفوز والانتصار على نادي الزبالك فطبعا ما بقتش فاهم يعني النادي الأهلي من حقه طبعا انه يفرح بس ما اعتقدش ده بيحصل في اياه حتة في العالم يعني ان انت بتحتفل ببطولة وانتصار وانت نفس البطولة دي جبتها مرتين يعني بعد فوز الأهلي على نادي الزمالك استطاع النادي الأهلي انه يفوز على الوداد في الوداد وكانت مباراة ذهاب وقياب ثم الفوز على الترجي في مصر في مباراة ذهاب وقياب فورغم كده لا يهتم النادي الأهلي بمثلا ذكرى مباراة الوداد يعني او احتفالية في قناة النادي الأهلي اللي على مدار الاثناشر بطولة النادي الأهلي يرى ولعبته واعلاميه والصحفيين المنتميين ومسؤوليه ان كل الاثناشر بطولة اللي فاته او الحداشر بطولة اللي فاته الاهم بنسبة لهم هو الانتصار على الزمالك فده يا جماعة يدل على فكرة ايه قد ايه قيمة نادي الزمالك ده يعني تخال النادي الأهلي هذا النادي الكبير العريق عندما يحتفل لمدة اربع سنوات متتالية ويحيي ذكرى هذا الانتصار فده يدل على قيمة الزمالك ومكانته وان النادي الأهلي يرى ان النادي الزمالك ده في حتة تانية خالص وان الوداد والترجي وكل الفرق اللي اكسبها ملهاش قيمة بجنب انتصاره على الزمالك ترجمة نانسي قنقر